اكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما جاء في اعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دوراتها الرابعة والتي شاركت بها المملكة وتضمنت اصدار قرارات للإسام في تعزيز العمل العربي المشترك وتأمين اقتصاد عربي متكامل وانعكاسات ازمة النازحين والاجئين على الدول العربية المضيفة وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية في غضون ذلك اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امرا ملكيا باعفاء رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبد الحكيم التميمي من منصبه هددت اسرائيل عبر وزير الطاقة رئيس النظام السوري بشار الاسد مجددا امس بوضعه في قائمة الخطر اذا ما استمر في السماح للإيرانيين بترسيخ وجودهم في بلاده وقالت في حال سمح الاسد للقوات الايرانية بتنفيذ الهجمات على اسرائيل سيجد نفسه ونظامه في دائرة الخطر فلا يمكن ان نعيش بوضع تهاجم فيه ايران اسرائيل من سوريا والاسد يجلس بهدوء في قصره في غضون ذلك توعد تنظيم داعش في بيان ليلة اول من امس القوات الامريكية بالمزيد من الهجمات ضدها بعد ساعات من تبنيه تفجيرا انتحاريا استهدف رطلا تابعا لها في ريف الحسك الجنوبي تأهل منتخب كوريا الجنوبية امس الى دور ربع نهائي كأس الامم الاسيوية الذي تحتضنه الامارات العربية المتحدة عقب تغلبه في شوطين اضافيين على البحرين بهدفين مقابل هدف واحد هذا وتأهل المنتخب القطري الى ربع نهائي البطولة وذلك بفوزه على المنتخب العراقي بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد النهيان الدولي تنفذ المخالفة بابا 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 غال 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 في منتهى الراوعة من الرايع بسام الراوي